هاي كتير عالناس الحلوين عندي النابي متجمعين ازايك وحبي بقلبي عاملين ايه كل سنة هونو طيبين تعالوا معي واحدة واحدة كده اوارك وجوزي جاب لي ايه هو جاي من الشغل وعايز يوضب لي شوية حاجات في المبخ تجهيزات مبخي كان يضرب يقلب ومطرح التصوير ومطرح ما بعمل كل يوم اكل وحاجات كانت الدنيا عندي مدربكة المبخ معنا اصحها كانت الدنيا ابوص عليها وطيها زي ما بيقولوا مسكت هنا الشاو السكر والتوابل والحاجات قلت افضيها كلها عشان اخسلها بس الموضوع مرهض بجد يعني حاجة بص مرهكة بجد علينا يعني اعادت افض كل الحاجات والتوابل وكله كتير جدا اعادت افضي واخسل فضت كله كل الحاجات دي خلكم معايا كده مسكت التوابل كلها فضتها فضي 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 كله كده اعادت افضي وحط في حاجات تانية كده عشان نمسك كله بقى اخسل كل سنة وانطيبين كده عشان رمضان يخش علينا شهر ايه الكريم بقى ايه يا دوبك نعمل الاكل وانصلي وان ايه وانقرى القرآن تبقى الحاجة عندنا نظيفة كلها عشان تجهزة رمضان كل سنة وانطيبين حاطت كله في الحوت زي من شايفين كده كله في الحوت موضوع مرهد بجد يعني هو الموضوع مرهد المبخ بمعنى اصح انا مسكت كله غسلته مسكت كله كله كده يعني ايه من فوقه لتحته غسلته جميع التوابل والشاي والسكر وكل البرطمانات والحاجات كل اللي عندي فضيته بصوا شيلت كله هنا كنت جبت اخر خلاص هنا بقى ابتديت اخسل رسلت الصينية الاول هنا بقى قعدت اخسل كله بقى وصفي اخسل كله وصفي كده عشان تبقى الحاجة نظيفة ونجيب توابل وحاجات جديدة تبقى الحاجة نظيفة وكويسة وتبقى ايه ومنازبط رمضان وعايد الام بقى كل سنة وانطيبين حاجات كتير جدا يعني انا باخسل الحاجات كتير جدا قولوا لي مني بيعمل بقى كده قبل رمضان مني بيمسك مبخه كده يقلبه قبل رمضان وبصراحة جاب لي الحاجات قال لي هغيرلك المبخ كامل هزبطلك حاجات بحاجات بسيطة يعني هي الفكرة بحاجات بسيطة جدا يعني باشكال وحاجات بسيطة جدا خشوا معايا كده وشوفوا عادة اخسل كل ده اخسل ايه دي واجعتنا هنا بقى هيشتغل بص اكن مهندس هو اصلا صناعي بتاع ازاز مسك ركب لي ده ومصمر هالي وجاب لي اللي هو اللد ده وقعد يعمل كده يدخل الحاجات موضوع مرهق قوي يعني قعد يعمل وهو تعور بصوا دخل ده كله في بعضه قعد يدكيكه جوال بعضه كده بصوا نور تسلم ايه ده كياستة قلت بقى ما اعمل له كبات شاي يعني يعني الراجل عمال يعملي ده كله ومعاملوش حتى كبات شاي جاب لي الحاجات دي بقى كلها عشان يعلق قلت ما اعمل له كبات شاي يعني حتى خلي عندي شوية دم قعد يعني يلزق ويعمل بصوا كل سنة وانتوا طيبين يا حباب قلبي كل سنة وانتوا طيبين يا رب يجب الايام يعطي علينا بخير كلنا يا رب كده وفرح وسعادة يا رب ركب لأول ده تسلم ايه دك يا كبير ما شاء الله ما شاء الله بصت شفت الشغل ولا اجدحة مهندس ما شاء الله تسلم ايه دك يا حج هنا بقى كان بيلزق عمالي بقى خلاص اللي فوق لما لزعلك اللي تحت حاجات بسيطة وافكار بسيطة تغير شكل المبخ وشكل بص يعني شكل حياتك بمعنقة صح حاجات بسيطة جدا وتكليفتها بسيطة مش حاجات غالية يعني حاجات ده كلها بحاجات ما تسكرش مش بفلوس يعني هنا بقى عمالي يخلص قاعد يزبط وهنا كان الفواطب تحت المبخ شفتو شاملول ما شاء الله عليك قاعد يشيلو يخط عشان ايه ما يقطعش من الورقة قاعد يشيلو يخط يا عيني لا يبرك لك يا رب انا كنت اعمل اخسل بقى واخلص وانشف في الحاجة عشان ايه ارس وراها على طول كنت اعمل هو بيعمل كده وانا اعمل باخسل وايه وازبط في الحاجة هو اعمل بايه اعايز خطة واحدة واحدة بقص وبيقص اعمل يقص بقى ويزبط تقولش ما تقولش استاذ عالمي والله ما شاء الله عليك شفتو الجمال شفتو الحلويات ده غير مبخ كامل يعني حاجة بسيطة بتدي الواحد منظر وايه ويعني نفسك تبقى مفتوحة كده الرمضان والحياة انا بقى كان بقص عشان مش عايز عايز يدخلها ما بين الازاز انا عدت اقول له مش هينفع بس هو ما شاء الله دماغه حلوة جدا اهلا حاجة لما يبقى الراجل دماغه نظيفة وكان عملي ايس ويبصوا بصوا بالضبط عملي يعني بصوا بالضبط عملي ايه زبطها يعني ايه وما شاء الله بصوا زبطها ودي ده هنا كنا كنت انا جابة للرخامة زبطها اللي برض عشان يبقى الشكل كل واحد قص قص كده شفت بقص زي ما شاء الله عليه انا كان عملي ايس عايز يعملها كده قلت له لأ خليها ايه بطاق على الازاز احسن ايوا كده قال له خلاص ماشي عشان انت اللي بتبقى قفل ما بخفى انا ما عارفش انت عايز ايه قلت له لأ دي قسم هالتنين كده ايوا كده برضو راجل راجل وستة ست يعني احنا ستات بتاع اكل وبتاع ده هم رجالة برضو لهم صنعتهم انا هنا كنت خلصت بقى غسيل ونشفت كله بس بصراحة موضوع مرهق بصوا قعدت غسل بقى ونشف وحط كل ده قلت بقى حط الشاو والسكر وخلص كله بالمرة حاجة تحس كده ان انت ايه اكنك في عيد حاجة ما بتبقى نضيفها كده اكن يعني حاجة حلوة بتبقى وقفة بتبخه كده نفسك مفتوحة هنا رصيت التوابل كلها ورصيت كل حاجة لسه بقى هجي التوابل رمضان ان شاء الله قعدت رص بقى كله كده رصينا كله بص الحاجة شوفوا الحاجة تحس كده ان انت ايه كنفسيا مرتاحة وبعدين عشان شهر رمضان ده للعبادة يعني ان ايه نصوم ونقرأ قرآن شهر العبادة هنا بقى ايه غير للمنظر بصوا اللهم نصلي وبارك على سيدنا محمد بصوا المنظر اللهم نصلي على النبي شفتوا الجمال ده يعني بصراحة حاجة زي العسل ولولي بقى مين بيغير كده منها يغير في رمضان ان شاء الله كشكل وكذكور هو شكل يعني شكل تحفة بصراحة حاجات بسيطة جدا وحاجات بقالت تكلفة تخلي مبخك يروف حتة تاني بلولي مين اللي بغير كده والحاجات الحلوة دي بيعملها يا حبيبي يا رسول الله هنا بقى ايه كان عملي قيس عشان ايه عملي قيس عشان يزبط الورقة التانية ده بتاع الرخام بتقول ليش ياخد ايه ايه مهندس قال لي بقى لازم اجيب العدة بتحته وزبط بقى بيها و بتقوله بقى براحتك انت شوف انت ايه الصحة وعملهولي قاعد يخطط على راس عم اسمه ايه ده هوت ويرسم له ويخطط له قلت له اوه عراس بكار ولا اسمه ايه ده بكار اه قلت له عراس بكار كله كوم وبكر كوم زبط يا حج بس ما شاء الله عليه ايه ده تتلف بحرير يا جماعة بتحز انه هو مهندس يا ما شاء الله يا ما شاء الله يعني اصر اصر رجل بس مش مشكلة كمنظر هيدينا منظر حل قلت له مش مشكلة سامحنا بقى يا حج سامحنا يا حج حبيبي يا رسول الله شفتوا بقى شفتوا الفكرة انه يعمل ازاي شفتوا الفكرة كملوا الفيديو للاخر حتلاقوا حاجة زي العسل هنا بقى كان عمال يلزق بقية الحاجة بصوا 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 الجمال بصوا الحلويات اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد هنا بقى كان خالص بصوا احنا كنا هنجنا بصراحة لان الحاجات كانت كتير جدا وبشيل وبحط هنا برضو بيقس نفس دكهة عشان الفيشة برضو نعدي ايس برضو يعمل هو منظم جدا هو ما شاء الله عليه منظم جدا يحب الحاجة كل حاجة عنده بزبطها كده ايس يا حج ايس اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد بصوا كل ده عشان ايه يبقى المنظر حلو حاجة نظيفة وحاجة حلوة كده اقع راس بكار الله يبارك لك ايوه يا ما شاء الله يا ما شاء الله هنلزع بقى بقتها بصوا 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 جميل اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله هنا بقى زبطت كله كده هنا بقى زبطت كله هنا زبطت كله جبل بقى الفرع ده الفرع بتاع رمضان ده حتى تبقى وقفة بتبوخة كده حاجة تشرح القلب ايه نفسيتك كده وتحس ان انت ايه ادواء رمضان كده نحس ان احنا في رمضان والدنيا كده وتبقى نفسيتك وانت بتبوخة كده ما انت لازم تعمل اكلها بمزاج وهنا مش هخش المطبخ هحط كله على بعض واطلع لا بعمل حاجة بمزاج لازم تعمل اكلها بمزاج عشان عيالك تاكل بقى الفهنا وشيفة كده لازم يبقى عندك مزاج كده في الاكل وتحط الحاجة وتزبطت تبقى نفسيتك مرتاحة وانت واقفة في مطبخة لازم كل شوية جماعة نغير وحاجات بسيطة وافكار بسيطة جدا لازم نغير كل شوية بقل الشي بقل التكلفة مش شرطة هنطلع نجيب يعني حاجات بمبالغ لا لان احنا كلنا الظروفنا كل واحد ظروفه على قده فحاجات بسيطة الحاجات المشمعات والحاجات الدلال 4 بعشرة وال5 بعشرة يعني مش بفلوس 50 جنيه هتزبطي مطبخك وشكل تحفة يعني حاجات بسيطة جدا وافكار سهلة خالص وبالمناسبة سامحوني لو طريقتي في الكلام مش قدي كده يعني ايه؟ يعني ممكن الناس تتريق وكده انا يعني بحب اطلع بتلقائيتي كده وبعدني الموضوع لسه جديد علي فمش عارفة راتب له فبأتكلم بتلقائية فمحدش تتريق علي وكل سنة هموا طيبين خشوا اشتركوا وادعمونوا كده في قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته